موشي موشي يا أساطير رجعنا بحكاية تيا وصدرك القسم 23 عشنا معهم تجارب كتير وبصراحة حبيناهم جدا خلوكم متحمسين لها القسم ولا تنسوا تشاهدوا للآخر لأنه عم نصنعوا بكل حب وعم نعمل مضة طويلة مثل ما بتحبوا لهيك لا تخذرونا ولا تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا لهم مشتركين بالقناة وتكتبوا لنا تعليق لنشوفكم لا تنسوا كمان الصلاة على رسولنا الكريم ولتس جو وبتجهها زي ورويغار وبيروحوا ليقابلوا إيميل يستقبلهم بأدب وبيبوس إيدها وبيقولهم فرحت إنهم يبعثوا مو حدا متجمد من الشمال أصدعا تدرك فبيقول رويغار ما أتوقع إنك اختبرت بروت الشمال فبيقول إيميل لما الواحد يكون على متن سفينة بيقابل كل الأنواع فبيتوتر رويغار وبيسأل حاله هل في شي ما بعرفه عن إيميل وصدرك أما سكايلة فبيوصلها منديل جواته مفتاح ورسالة طبعا بعد ما يطلع المفتاح ورسالة لسكايلة وهي عم تاكل بتقرر تحمل حالها وتغادر فبيسألها الزلمة اللي قاعد معها لأوين رايحة فبتحكي له أنا الآن شوي عن الأمتعة اللي ما فرقتهم ولهيك بدي أقوم وأرتبهم وأنتبه لإلهم وفعلا بتغادر وتروح لتفتح الباب لما بتفتح الباب بتلاقي خادمة مصدومة فبتحكي لها سكايلة ما في داعي تمثلي علي وبتيجي تقدم لها المفتاح فبتبتسمها البنت وبتقولها شرف ألتقي فيكي يا ابنة المركيزة كاميليا أنا بلونا من يانس طبعا هون تتفاجأ سكايلة وبتقول بلونا من مجموعة النسيج المشهورة وبتحكي لها هل أصدق أنه أنت مالكة مجموعة بلونا فبتحكي لها نعم وفيكي تتحقق من هويتي في هالبطاقة فبتسألها سكايلة إذن ليش جبتيني لهون فبتحكي لها بدي أوجه التماس واعتذار إلى الأرشدوقة رويغار يعني لغارنت فبتحكي لها سكايلة بس أنا أصغر خادماتها يعني إذا كنت عم بتحاولي تأثري على غارنت من خلالي بحب أخبرك أنك اخترتي الشخص الغلط فبتحكي لها بلونا بس أنت بنت أختها كمان لهيك كمان أنت بنت المركيزة كاميليا يعني أنت مو حدا عادي أو سهل فبتسألها سكايلة أوكي خبريني شو اللي بدك إياه تنبهت وبتقولها لنشوف إذا هالشي بيستحق أراتب لك مقابلة معها فبتتشكرها بلونا على عطفها وبتقولها إحنا من مملكة إيونس ما عنا أي دور باغتيال ملكة إيميل فبتحكي لها سكايلة بعرف هالشي هذا هو الموقف الرسمي لمملكة إيونس إنها عم تقول إنه ما إلا أي دور باغتيال ملكتها وأتوقع إنه القاتل من بلدي وواحد منه بلاء الإمبراطورية بس أنفق أموالي كثيرة ليشتري اللقب من عندكم بالمملكة وما بتوقع إنه عائلة نبيلة تعمل هيك شيء بنفسها لأنكم ضعفاء يمكن كان بيتصرف على هالطريقة من تعليمات اطلقاها مقابل مبلغ كبير من الأموال الموابلانة بتقولها بعرف إنه أنتو هيك بتفكروا بس لأي غرض ممكن نعمل هالشيء لنغتال ملكة إيميل حتى لو كان فيه سبب رح يكون الموضوع سري وبيننا أسهل بكتير من أنه نختارها عندكم وبمملكتكم ضعيك نتمنى إنه السيدة كارنت توصل هالكلام لرويغار الأرشدو فبتحكي لها سكايلة طيب نفترض إنه كلامك صحيح ليش ما روحتي وحكيتي مع رويغار بنفسه فما بتعرف شو ترد وبتحكي لها الأمير إيميل موجود هون حتى لو تقدمنا ما بتوقع إنه فعلا رح نحظى بمحادثة حقيقية لأنه موجود المهم بتكون سكايلة عم بتفكر بحالة أمها وبتقول كل ما فكرت بوضع أمي فكرها خالتي كارنت أكتر بس بالنهاية ما عمري شفت أي شي سيء من خالتي كارنت وبيقلمني إنه أنا أكون السبب إني أعمل هالمشاكل لينعتهم المهم بتقولها أوكي ورح أخبر كارنت بالموضوع وبتكون خلاص قررت إنها تكون فعليا ماتية وتكون طابعة لأي برون بتشكرها بيرونا وبتغادر وبالصباح بتقولها حطي قطعة ورق فارغة داخل غطاء الوسادة وإحنا رح نيجي لكم على كل حال هذا هو اللي كانت أصلا ومقررته سكايلة من البداية لهك رفقات كارنت وبينما رويقر وإيميل وكارنت قاعدين سوا تحكي قارنت للأسف تيا رح تولد عن قريب طبعا هي ما بتعرف إنها ولت المهم بتقول تيا رح تولد عن قريب ولأنه قريب كنت كتير حابة أسعدها وأكون معها بس ما رح أقدر طبعا بيت شردة إيميل وبيحكي لها هل عن جد الإشاعات صحيحة بعدا بيرجع يحاول يتمع لك أعصابه ويقول لها سوري سمعت إنه الطفل مات أو هيك شي صر له فبتحكي له قارنت أتوقع إنه اللي وصلك هو الغلط لها سنلحظ لتنين حالتهم ممتازة طبعا للي ناسي إيميل بيحبتها وكانت ناوي إنه بعد ثلث سنين يتزوجها ويعملوا عيلة وبيحكي إنه هالحيوان صدرك كان بيحب القديسة أو صدو عنديسة وهلأ وقع بحبتها عنجت إنه بلا كرامة وهيك اتدمرت خططه إنه إيرجع تيا لإله وبيكون كتير مزعوج وبيحكي إنه تيا مستحيل تقدر تتخلى عن طفلها لأنها عاشت بعيلة كان فيها كتير صراعات وبيحكي إنه صدرك استغلتها البنت الطعيفة المسكينة المهم بعد تيجي سكايلا لعند غارنت وبتحكي لها غارنت ما شفتك فترة العشاء وين كنتي فبتحكي لها سكايلا رحت أرتب طاط الأشياء فبتقول غارنت كان فينا نأجل الموضوع لبكرة وتقطي الوقت فبتحكي لها سكايلا ما تقلقي أنا أكلت نيح وقمت اشتغلت براحتي فبتقول للأسف كنت رح أقدمك للأمير إيميل فبتحكي لها عادي ما تقلقي أنا أمو محتمي كتير بالأمراء فبتقول كانت بس على فكرة هو الرجل جذاب كتير فراح عليكي فبتحكي لها سكايلا ما لش تعرفيني أنا ما بحتمي كتير به الأشياء بس في شيء أهم من هيك في شخص من مملكة إيانس بتتو يشوفك وهي رئيسة مجموعة بيلونة التجارية أكيد سمعتي عنها إيجت لهن لتقابلك بتخاف كارنت وبتسألها ليش بدها شوفني يلاقي لي أنا فبتحكي إنه الأموال اللي استخدمها قاتل ملكة كارديول هو كان من هون بس هو بالحقيقة من مملكتهم وأتوقع إنها الآن لها السبب وجاي تشوفك لا تحاول تقنعك بغير شيء المهم تتوتر كارنت كتير وبتقول أوكي أنا كتير أحيانا كانوا يجو لي ناس لا يشبعوا لا شغلات أو يعتزروا بس كانت أمور اجتماعية لكن هلأ هالموضوع علاقات سياسية ودولية فهل فعلا لازم أستقبلها مثل ما بدها وبتتساءل لو كانت كاميليا معي شو كانت رح تعمل فبتحكي لها سكايلة شو رأيك تشوفيها أول بعدين تأخذي القرار هل فعلا رح تدقيها أو لا فبتقولها غارنت هنجت هدا هو رأيك فبتحكي لها سكايلة طبعا لأنه أنت عن قريب رح يتير الإمبراطورة ورح يزيروا كتير ناس من بلدان تانية يجو ويطلبوا منك هيك أشياء فإذا حاس أنه الموضوع صعب فيكي بعد تتناقشي مع رويقر بشأنه وطبعا بتحسسها أنه هدا هو القرار الصحيح صراحة خزنانا شوي على غارنت لكن برضو مع سكايلة الحق بالموضوع وهلأ ننتقل لأصر حبيبنا صدرك أوتيا واللي هو قصر أبران واليوم حفلة تسمية طفلتهم وبيكون كتير ناس حاضرين سواء من النبلاء أو أطباع أبران وبيكون في موكب ضخم كتير جاي كبير من الكنيسة طبعا هم رفضوا أنه ييجي رئيس الأثاقفة فقام بعد كل المعبد تقريبا ما عدا لكن المفاجئ هو وصول جريك بنفسه بينحنوله لتنين تيو صدرك وبيحقوله احنا كتير شاكرين أنك حضرت لهالمكان بيحكي كان في كتير مقاوف أنه ننقص بسبب الأمراض الموجودة لكن أن والدت طفلة صحة جيدة فأكيد رح أجي لأحتفال فيها فبيحقوله أكيد شرف لإلنا إنك تيجي بس لو خبرتنا إنك جاي لاخترنا مكان أكثر ملاءمة لحضرتك وصيابتك فبيحكي لهم جريك يعني لو بدكم تحكوا إنه بيتكم متواضع فبيتي هو رح يكون المكان الوحيد المناسب فعليا يعني بيحكي لهم إنه أنتوا أغنية فلا تتصرفوا كأنه بيتكم متواضع وبيسألهم هل تلقيتوا هاي كلمات من المعبد فبتحكي لو تي فضلك تمت مباركتنا على مذبح الحصاد وأنا نجيت بحياتي وكمان بنتي لتتيا فأحنا ممتنين لإلك فبيحكي طيب وماذا عن الآخرين يعني قعد بيلطش سدرك فبيحكي هل عندك نفس الشهور أنت كمان فبيقول سدرك طبعا إرادة زوجتي هي إرادتي وإحنا الاثنين بنشوف أنه الفضل لإلك فلا تخاف يعني إحنا ممع المعبد ولا تعبعين لإلك فبيبسم وبيقولهم واضح أنه تباركتوا لأنه الاثنين أنتوا طيبين ويبتعملوا على الخير وبمناسبة هالإحتفال هاد أنا كمان بدي أعطي بنتكم اسم طبعا هون الاثنين بينشلوا لأنه لما إجا أصلا وقعوا أنه يعمل هالشي بس ما حدا بيحصل على اسم ثالث هالشي كتير نادر إلا أبناء العيلة الإمبراطورية بالتالي أنه تحصل بنتهم الليتتيا على اسم ثالث فهالشي رمز تقريبا أنه خلاص اعترف فيها وممكن هي فعليا تكون الإمبراطورة القادمة طبعا لما تكبر المام بيحكي لهم رح أعطيها اسم هيلغ هي تلقت النعمة ولازم يكون اسمها بيعكس هالشي فبيدخل واحد من أطباع المعبد وبيقول عكيد هذا اسم جيد لكن صدرك بيقول ما فينا نتحمل وناخد ونقبل هيك اسم فبيقول جريغور تكريم الأباء بيتم من خلال أطفالهم وطبيعي إحنا نكرمكم ونقدم هالشي فبتدخل تيها بسرعة وبتقول إحنا بنتشرف بهيك نعمة طبعا بيستغرب صدرك إنها هيك حكت لكن هي تمسك إيده وكان عم بتقول له اسمعني واتبعني وأعمل نفس اللي عم بعمله فلا هيك بيسقط وبيقبل وبينما الكل متجمع وحضرت هالخادم ماسك لت والناس عم يهتفوا بتبلش هي تبكي من الخوف المهم انسوكم من كل هالكلام المهم اللي بيصير هو إنه جريجور بيقترب وبيحكي لهم خليني أضم حفيدتي فطبعا هم بيخافوا وبيحكولوا أكيد تشرفنا بهالشي بس يعني ما في داعي تعمله فبيحكي لها جريجور خايفة إني أوقعها ولا شو أنا حملت أطفالي كتير أكتر منك أنت وزوجك لعيك هاتولا نشوفها المهم بيحملها وبيقول إنها بتشفى صدرك بشكل كبير جدا وبيرفعها لفوق وبيلاحظ ألأ أتبع الأرشدو كأفرون المهم بعدها بتاخدها المربية التانية وبتحاول تساعدها لحتى تدشة تاخدها مربيتها لا تغيرلها وتساعدها وبييجي هذا الخادم يقولها خليني أاخدها عنك وأساعدها فأنت بالنهاية كمان أم وعم تطعمي طفلين وأكيد الموضوع صعب عليك هاي بيحكيله بس أنت عم بتساعدني تكل شي ولهيك فسكرا لأيلك المهم بيحكيلها لازم ترتاحي شوي واتركيها لأيلي وبيكون هو سعيد جدا أنه صار هو كمان مربي لتتيا وبيحكي ما اتوقعت أنه بحيواتي وسنواتي الأخيرة أعيش بسعادة مثل هيك لأنه بالعادة مهمة مجالس الأطفال بتكون لا السيدات لكن هالشي تم توصيتي أنا بي عن طريق تابعة لأفرون وفعلا بتكون جوردن اللي هي أم هايلي إجد وحكت ماتيا وحكت لها أنه هايلي مو مناسبة لا تكون مربية فبتحكي العاتية يعني برأيك أنه هايلي ما رح تعمل عمل جيد مع لتتيا فبتقولها بصراحة أنت بتفكري شكع عليم طفلتك لكن الطفل كمان بده احتياجات تانية هايلي بنت زكية جدا وفعلا رح تكون قادر أنها تساعد وتثقف الأميرة لكن بدك حدا يظهر حنان أكتر للطفل من تعليمه لهيك أنا بنصحك بشخص آخر وفعلا هي نصحتها بهالخادم طبعا هاي المسكيني اللي أن أتلت بنتها اللي كانت سايكو مهووسة بصدرك ولهيك بتحكي لها أنا بعرف أنه ما بدك تدلي لبنتك كتير بس برضو لازم تعطيها الحب اللازم ولهيك أدمت لها هالشخص اللي اسمه ماركوس وبنعرف أنه صاحفي شوية أمور والأخبطات بوضعه بس هو اللي خدم عائلة روزعا اللي هي عائلت تيها الأساسية لمدار سنين كبيرة ولهيك تحكي لها وهو القادم الوحيد اللي جبتي من كل بيتك ووزقتي فيه وخليتي قريب منك بتوقع أنه مناسب جدا ليكون حدا توثقي فيه أنه يكون معها وبتورجيها أنه فيك بنات رح يكونوا يتعاملوا مع بنتك بخصوص الاستحمام والإطعام ولما تصير أكبر شوي رح يكون فيه وصفات يقدروا يهتموا فيها وبما أنه ماركوس كبير ما حدا رح يمانع يكون موجود مع شلة الفتيات وبهالطريقة لو صار بدك هايلي كمان تعلمها فرح تقدر وتكون موجودة لتساعدها وهيك رح تحصل الطفلة على التعليم المناسب والحنان والحب الكافيين فعلا تنبهر تيها باقتراحها وبيعجبها وبتقولها أوكي وبتتذكر أنه صدرك أصلا تمت تربيته على إيد أنتجار بدل من المربية وانولد بهالشكل الرائح وطلع شخصية فعلا جيدة ولايك بتقولها أنا ممتنة كتير على اقتراحي وبنلاقي ماركوس فعليا كتير مدمع ومتأثر أنه حصل على هالمكان وبيقول أنه تيها كانت تستخدم كل أموال عائلة روزان كرمال شعب افرون بس مع هيك ما كان يحس أنهم مقدرين هالشي بس هلا هو كتير سعيد أنهم واضقين فيه لدرجة يخلوا مسؤول عن طفلتهم المهم بعده بينتبه أنهم ميلي وهيزل يجوا وموجودين وعم يسألوا عن تيا وبيحكوا أنهم يجوا ليشوفوها ويباركو لها فبيحبرهم ماركوس أنه في ضيف مهم يجا ولهيك راحوا معهم طبعا لنلاقي هي بالحقيقة الإمبراطورة كاثرين بترحب فيها تيا وبتقولها خذي راحتك وقعدي في كل راحة لأنه طبعا أطعد مسافة طويلة جدا وهي جاي متنكرة بدون ما حدا يشوفها تسألها كاثرين كيف حالك وكيف صرت فتحكي لها تيا شكرا أنك مهتمة فيي وأنا بحالي أحسن وكمان عم بتناول دو اللي بعض تيلية فتسألها وكيف لاتتيا هل هي بخير فتقولها تيا بالطبع وشكرا لإلك على كل شي فتحكي لها كاثرين بعد الولادة أهم شي هو راحة جسدك وليك لازم تحتمي بحالك كتير بس الأخبار اللي جايبتها مو كتير مبشرة فتحكي لها تيا أنا مستعدة أسمع الأخبار اللي عندك فتقولها جريغور إجا ليشوفني مبارح وطلب مني أتبنى سدريغ طبعا هالخبر بينزل مثل الساعقة على تيا وبتحكي لها كاثرين أكيد بتعرفي إنه جريغ ما عنده أي نوايا حسنة فبتحكي تيا للأسف بعرف هالشي وبتقول إنه يعني مو اللي عمله شي غير متوقع بالمستقبل لو كان سدريغور العضو الوحيد اللي ضايل من العيل المالكة فهل شي رح يخلي أكيد هو الإمبراطور بس الوضع الحالي مو هيك لأنه لسه فيه رويغر وبالتالي مستحيل ترفض طلب الإمبراطور أو تضغط عليه بالتالي هي بتكون محتارة كتير شو اللي عم يعملو جريغ وشو اللي بتويا تحكي لها كاثرين ممكن إنه لسه ما عنده جريغ خطة فعلية بالموضوع لأنه بالعادة ممكن يضرب أول ضربة ويستنى يشوف ردة فعل الثانين وعليها بيعمل قرارات أخرى فبتحكي لهاتيها بعرف هالشي والإمبراطور ما رح يخسر شي بالحالتين لو عين صدرك أو لا كل الأحوال هيك صدرك بيظل معلق على الطرف لغاية ما يستنى رحمة الإمبراطور فبتحكي لها كاترين وممكن ما يوصل الموضوع لهات درجة بصراحة أحيانا جريغ بيكون فعليا بده أولاد وبيقصف كتير أنه ما عنده حدا يعتمد عليه ويشاركه المسؤوليات وبيعتبر حاله صار شخصي كبير وبصراحة بالنسبة لشخصيته لو خيروا مين يكون الإمبراطور بعده رويقر أو صدرك فهمت أكدة أنه رح يختار صدرك لأنه بيرتح له أكتر من رويقر بكتير وبتقولها كمان سمعت أنه قعد مع يونيسس وكتير ويكي لها وشارح لها وحكى لها أشياء بلخضة ضعف لهيك ما فيني أضل قعدة ومكتوفة لأيادي وما أهتم بالكلام واللي صار أنا لهلأ ما أعطيت جريغور جواب وما حكيت له أنه لازم أخذ قراري هلأ بس لسا لي ما استلمت التسوية المؤقتة لما أستلمها راح أفكر في رد مناسب للموضوع ويعني اللي بنعرفه أنه جريغور عنده طريقة ليقنع فيها كاترين بالموضوع أنه يخليها تتبنى الأميرة بنفسها لصغيرة ويخلى تكراها عن طريق اسمها اللي أعطاها إياه وهيك بتتخلى تكرا أطفال الإمبراطورة لهيك ممكن أنها فعليا تقتنع تطلبه لكن هي عم تحكي لتيا راح أستنى الوعد اللي وعدتيني بالأول ولو حققتي فأنا راح أمشي معك لهيك تيا بتقولها ما راح أخيب لك أملك بعد بتروح تيا وبتقابل صدرك وبتخبره باللي صار فبيحكي لها عن جد وصلت أنه يعمل هيك ويقدم هالاقتراح بصراحة ما كان اقتراح بعيد عن تبكيري وتوقعت أنه ممكن يعمل هيك شي ولو قدملي هالاقتراح فأنا راح أقبل فيه بتتفاجأ تيا وبيحكي لها ليش مستغرب مو أنت حكيتيني أنه لازم أكسب صفه وأنا فعلا مستعد أعمل هالشي فبتحكي لو صح بس يعني ما توقعت تتجاوز كل مشاكلك معه هالبساطة فبيحكي لها ولو كرمالكم راح أعمل أي شي ويمكن كنتي مستقلة بتصميمي فبتحكي له بس مو ضروري تأخذ الموضوع بهالجدية فبيقولها ليش مو إحنا حكينا أنه لازم نضطر ونستوعب رغبات صاحب الجلالة بالنهاية هدفي مو الإطاحة بحكمه الحالي وما بيهمني هلأ شو رح يصير وما بيهمني إذا كنت ورث الشرعية أصلا من والدتي أو من صاحب الجلالة وبيقولها بغض النظر عن مشاعرنا اللي هلأ عم بيصير بعملية تأسيس السلطة الإمبراطورية وزا أنكرت شرعية الإمبراطور وأنه في يعمل هالأشياء هالشي رح يقدي لنزاعات بالمستقبل ورح يبين أني عم برفض قانون الميراث من باب الانتقام اللي بيني وبينه للي عمله لأنه يعني جريجور أتال عيلته فبتحكي لو أصدك أنه رح يكون فيه ثبيعات هيئة لهيك لازم نقبل بهالشي فبيحكي لها الصح لأنه فيه فرق بين أنه نحكي أنه اللي عمله الإمبراطور وأفعاله خطأ وبين أنه نحكي أنه الإمبراطور نفسه مو شرعي فبتقوله تيا أوكي كلامك منطقي بس ما أتوقع أنه منطقتك أبرا تقبل بهالشي بعد اللي عملوه فيكم فبيحكي صدرك الموضوع حتمي ولازم يزير بالنهاية أنا عم بسعى إني أكون إمبراطور كيراتس كلها وما فيني أفكر بالموضوع صفتي بس رئيس لقابرون فبتنبهر تيا كتير بنطجه وبتتأثر فيه فعليا وبتمسك إيده لتبوسها فبيقولها شوفي ليش عم تعملي هيك وبتحكي له بلع أي سبب وبعدين بتحط إيده على راسها وبتحس بالأمان المهم كل هالكلام بيقدي للرومانسية واللطافة بيناتهم وبيحكي لها سدرك بصراحة هيك لحظات بتخليني أحس إني لسا عايش ومبسوط جدا وبنلاقي إنه المركيز لودن عم يشتغل من تحت لتحت كالعادة وطلع بعد حدا ليقابل الكونتستا جوردن لأنه بده يستغل الوضع وإنه سدرك و تيا مو موجودين بأفرون ويقنعهم بسبب اللي صار بينهم إنهم يساعدوهم ويستغلوا الوضع ليخفضوا سعر الجلود والفراء اللي عم يعملوهم لأنه كتير متضايق إنه تيا وصدرك صاروا بيمتلكوا سلطة البيع لكنه هذا بيعتذر منه وبيقوله إنه ما قدر يقابلهم لأنه في حرب كبيرة بينهم وبين الكرم وما كان بيقدر إنه نشوفهم ونسكرين كل المداخل وبيحكي له قدرت بس أتسلل لوحدة من القرى فبيعصب لودن وبيقوله يعني ما استفدنا منك أي شيء وبس حملتنا نفقات سفرتك بدون أي هدف فبيحكي له لأ ما جيت لهون خالي الوفاد وبالعكس في معي شيء وبيفتح له هالسندوق فبيقوله شو هاد فبيحكي له في شيء غير طبيعي عم بيصير بالشمال اكتشفت إنه في كاهن مات فجأة ومع هيك كان عم يحمل شيء غريب ما بيحملوه الكهنة بالعادة معه ختم مصنوع من الفضة وهو هاد الختم ولتسكير هاد الختم اللي أعطته ياتيا كان بوقت فيه كاهن مواثق ومعاجب إنهم عم ياخدوا المخاصيل من بلاد الكرم وكان بده يخبر الكنيسة بهالموضوع لكن تيقالت له خلي معك هاد الختم ولو بدك تبعت لهم رسالة بس استخدمه وطبعا كان فيه صم وطلبت منه يستنى لهي تعمل أي حركة وحكت لو يستنى ما رح يموت لكن لو قرر إنه يبعت رسالة فعليا للكهنة بالعاصمة فللأسف راح ينقتل وفعلا هاد اللي صار وشكله مات المهم لودن بيقوله طيب خلي الموضوع سر العلق وبيعرفه إنه فيه إبرة سامة سرية وبيتسأل الشخص هداك من صناها لكن لودن ما عنده فضول إطلاقا لأنه بيعرف إنه كاميليا هي اللي عملته وبيتسأل هال معقول إنه كان فيه جاسوس بيشتغل عندها بالشمال وحطت خطة بحيث إنه لو فشلين قتل أو إنها فعلا قدمت هيك شي هدية لاتية المهم لودن أصلا مو موجود بيته الطبيعي وبنشوف هاي السيدة اللي إجت على أساس تحتم فيه وحطته على تخط لينام وطلبت منه يرتاح بس نظراتها مو مريحة وأحسن إن شاء الله بتطلع واحدة جاي وبدها تقتله وبهيك بنكون نوصلنا لنهاية القسم 22 من حكاية تيا وصدرك الأحداث كل مالها عم بتزيد حماس بس نفسنا كمان نشوف شو صار بليزة وهل فعلا استعادة ذكرياتها أو لا وشو اللي صار بأختي وهل هو كمان رجعت له ذكريات بعد ما راح ليقى بالليزة وكتبونا توقعاتكم بالتعليقات بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونرا